بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثالث من الدرس الثاني لنتعرف على كيفية استخدام طريقة جاوس للحذف للحصول على حل لنظام خطي في البداية يكون لدينا مصفوفة موسعة كما بالشكل تعبر عن النظام الخطي وهذه النجوم تدل على أي أعداد كانت في هذه المصفوفة باستخدام elementary row operations العاملات الأولية على الصفوف نحاول أن نضع المصفوفة الموسعة على الصورة row echelon form بحيث يكون القط الرئيسي عبارة عن واحد وتحت القط الرئيسي عبارة عن أصفر كما لو كانت مثلث أصفر ويكون الجزء المعبر عن مصفوفة المعاملات عبارة عن مصفوفة مثلثة علوية ثم باستخدام التعويض الخلفي نحصل على المتغيرات بدءا من Z مرورا بY ثم في النهاية X وطبعا بالضرورة لا تشترط أن تكون معاملات القط الرئيسي عبارة عن أرقام واحد ولكن هذا يسهل عملية التعويض الخلفي مثال بسيط على نظام خطي مكون من معادلتين 2X زائد Y يساوي أربعة وX ناقص Y يساوي سالب واحد في البداية نكتب هذا النظام الخطي على شكل مصفوفة موسعة بالشكل الآتي اثنين واحد وهي معاملات X و Y وهنا أربعة واحد سالب واحد وهنا سالب واحد في البداية نريد أن يكون العنصر الأول هذا هو واحد فماذا نفعل؟ يمكن القسمة على اثنين ولكن تكون المشكلة أن العنصر الثاني واحد سيقسم على اثنين فيصير عندنا كسراً في الهروب من القسور قدر الإمكان لتسهيل الحل يمكننا تبديل الصف الأول مكان الصف الثاني لأن الصف الثاني أول عنصر فيه واحد وهو جاهز فيمكننا تبديل الصف الأول مكان الصف الثاني نور واحد يبدل مكان R اثنين فتكون المصفوفة على الشكل التالي واحد سالب واحد سالب واحد اثنين واحد اربعة الخطوة الثانية هي تصفير العنصر اثنين كيف نصفره؟ لا يمكن ضرب الصف هذا في صفراً لأن الصف كله سيصير صفراً إذن ماذا يمكن أن نفعل؟ يمكننا ضرب الصف الأول في عدد ما وجمعه على الصف الثاني بحيث نحول هذه الاثنين إلى صفراً فما هو العدد الذي إذا جمعناه على اثنين صار صفراً هو المعقوس الجمعي سالب اثنين لذا نضرب الصف الأول في سالب اثنين ونجمعه على الصف الثاني فيصير سالب اثنين مجب اثنين يصير صفراً بالمثل إذا كان هنا مثلاً سالب ثلاثة ضربنا الصف الأول في المعقوس الجمعي لسالب ثلاثة ألا وهو مجب ثلاثة وجمعناه عليه فيصير صفراً هذه هي القاعدة إذن نضرب الصف الأول في سالب اثنين ثم نجمع الناتج على الصف الثاني فتصير المصفوفة على الشكل التالي الصف الأول كما هو لم نفعل فيه شيئاً أما الصف الثاني هو الذي سيتغير سالب اثنين ضرب واحد سالب اثنين مجب اثنين صفر سالب اثنين ضرب سالب واحد مجب اثنين مجب اثنين زائد واحد ثلاثة بالمثل كذلك سالب اثنين ضرب سالب واحد مجب اثنين زائد أربعة يعطي ستة نريد أن يكون أول عنصر هنا واحد فماذا نفعل؟ نقسم الصف الثاني على ثلاثة أو بمعنى آخر نضرب الصف الثاني في ثلث فتكون المصفوفة في الشكل التالي المختزل المطلوب ثلاثة على ثلاثة فيها الواحد وستة على ثلاثة فيها الاثنين الآن اختزلنا المصفوفة الموسعة إلى الشكل row echelon form القطر الرئيسي عبارة عن وحايد وتحت القطر الرئيسي عبارة عن أصفار الآن باستخدام التعويض الخلفي يمكننا الحصول على X و Y بدءا من Y لو نظرنا إلى الصف الأخير هذا والواحد هو معامل Y بمعنى أن واحد في Y يساوي اثنين Y يساوي اثنين نعود بها في المعادلة الأولى نعود بهذه القيمة لل Y في المعادلة الأولى واحد في X ناقص واحد معناها ناقص Y أي ناقص اثنين يساوي سالب واحد X يساوي اثنين ناقص واحد يساوي واحد ومن هنا جاءت تسمية التعويض الخلفي لأينا نحصل على المتغيرات بشكل عكسي نبدأ بالمتغير الأخير انتهاءا بالمتغير الأول ترجمة نانسي قنقر